سؤال بيقول صديقاتي بيقولولي ان اللي ما بتصحبش تبقى فلاح بس يا بنات هم بيقولوا كده عشان هم مش عارفين ما يصحبوش البنت اللي بتقول كده ضمرها تعبها ومش مبسوطة وبتقول كده بس عشان تعمل منظر في كده سؤال على الديتينج والصحبيات والكلام ده هقول كان فكرة بسرعة عشان ما نضيعش كل الوقت في القضية دي اللي بتصاحب دلوقتي بتلعب بمشاعرها وهتندم طول العمر اللي بيصاحب أو بتصاحب بتلعب بقلبها والقلب ده مش لعبة حاجة غالية هتجبر بعد كده هتلاقي قلبها ما عندوش مشاعر تاني تديها الجزء أو خطبها بعد كده حاجة تانية أغلب الصحبيات دي بيبقى فيها تجاوزات أفكار شقاوة لخبطة كلام على الناس سمعة الحاجات دي كلها لا طليق بأولاد الله بنقول إن حكاية الصحبية دي لعب بالقلب أو بالمشاعر وده تمن غالي أوي طول العمر لأنه ما فيش صداقة بمعنى صداقة حقيقية بين ولد وبنت إلا في إطار الخطوبة والزواج ده كلام الكنيسة وكلام علم النفس فاللي بيعمل غير كده هو حر بس هيتعب طول حياته البنت اللي كل شوية تمشي مع ولد سمعتها بتطلخبط حتى نظرتها للجواز بتطلخبط بتعيش في قلق ساعات تدخل في اكتئاب بعد كده ما بتبقاش فهمة الدنيا صح الولد اللي بيصاحب بنات كتير بيشك في كل البنات بعد كده ما بيبقاش صادق في علاقته مع امراته أو خطبته بعد كده فبلاش نتسلى النهاردة ونقذي نفسنا طول العمر كونكوا في شلة مع بعض يعني أصحاب كلكوا في بعض لكن ما فيش حاجة بيرسونل ما فيش حاجة برايفت ما فيش حاجة خاصة بين ولد وبنت ده شكل طبيعي ومقبول طالما في حدود وفي احترام وفي النور وما فيش حاجة مستخبية وما فيش كلام إعجاب ولا كلام خاص لغاية كده ده طبيعي أما حكاية اللي ما بيصاحبش ده فلحة ده كلام بيقولوله لأنه هم نفسه مش قادرين يعملوا كده الشاب المسيحي عارف يحط حدود لنفسه ما يهموش الكلام الصغير ده فخليكوا شاطرين لأنه كلام سهل